الولد اللي تم الاعتداء عليه في ضمياط من 8 سنين والطفل عنده 19 سنة قتله تبحوا قتله فدلوقتي الراجل ده كبر بقاش طفل ما بقاش عنده 19 سنة بقى كبير بقى راجل كبير فهيتحكم ازاي ايه اللي هيحصل معاه دكتور مصطفى مساء النور دلوقتي عندنا جريمة هزت السوشيال ميديا على مدار الكاميوم اللي فاته تمام ولد عنده 19 سنة من 8 سنين اعتدى على طفل عنده 5 سنين وقتله ودفنه كمان لقوا الولد ده بعد 8 سنين لقوا الجثة بعد 8 سنين طبعا بعد ما اهله يعني ربنا يعينهم يا رب عليهم فيه لقوا الجثة والولد اللي كان عنده 19 سنة دلوقتي بقى كبير وروح سافر السعودية اشتغل 8 سنين دول ورجع في نفس الوقت اللي لقوا فيه جثة الطفل سبقان الله هنا ده الولد ده يتحكم ازاي محاكمته تبقى ازاي نظمة المشرق المصر لاجراءات تقاضي في ميكا هذه الحالات حتى لا يفلك الجاني بجريمته ويطبق قانون العقودات بنصوص المنظمة ولا يطبق قانون التفل على المجرم لان حضرتك تفضلت وقلت ان المتهم لما افتكر الواقعة كان عنده 19 سنة النهاردة عنده 27 اه ان التفل عندنا 18 سنة فاقل 18 سنة ويوم يعامل معاملة البالغ وتطبق احكام نصوص القانون العقودات والفعل للقتل الذي اذا افتبطت بجناية اهتك العرض او اهتك العرض اذا افتبطت بجناية القتل عقب المشرق عليها بعقوبة واحدة ايوه بس انا عايز اتأكدوا لي من سنه يا جماعة اه وقت الجريمة من فضلكم انا عارف انه 19 سنة بس اتأكدوا لي برضو عشان ابقى متأكدة يعني 19 سنة يتحاكم عادي بالغ خلاص ونصر مشرع المصري عليها في المجدى 2034 فقرة حتى لو ما تمش اكتشاف الواقعة غير دلوقتي بعد 8 سنوات اه اخص حضرتك بالقول طالما لم ينقضي 20 سنة على ارتكاب الواقعة لو انسئل مر 19 سنة و 11 شهر و 29 يوم اطبق عليه القانون طالما لم ينقضي 20 سنة ولو انقضي 20 سنة والجريمة محدش اكتشفها واكتشفوها الله يا فاندن ده نصص اجرائية لان المشرع المصري لا يستطيع ان يبقي سيف دعوة الجمائية معلق ومشأر على القادر المتأمين طيب الاعتداء على الاطفال يا فاندن الاعتداء على الاطفال واختصاب الاطفال الاعتداء بس او الاختصاب عقبته بتبقى ايه؟ المشرع المصري اتخذ من السن ولو وقع الفعل برضاء المجن عليه اه ما تصل؟ ظرف مشدد لجريمة الاختصاب او هاتك العرض بالقوة والتهديد او هاتك العرض دون قوة وتهديد واذكر حضرتك ومستمعينك القراب يقع التي حدثت في المعادي اه من سنة وعقبت محكامة جنيات القاهرة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بس هو ما خدش ساعتها اعدام صح خد سجن مشدد ما هو ما فيش اعدام ما اه ما كانش فيه اعتداء كامل المادة 268 فاندن بتقول كل منهاتك عرض ياخد 15 سنة سجن مشدد اذا وقع السعل اذا وقع السعل حضرتك على طفل اقل من 18 سنة في قوة وإكرار بتقول العقوبة لا تقل عن 7 ولا تزد عن 15 اما اذا وقع السعل من متولى الرقابة او المتابعة او الواسع او القيم او المدرب او ايما يكون منذ سلطة على الطفل ويكون الطفل على من 18 سنة ترتقي العقوبة للمؤبد دي في حالة الاختصاب اه ولو وقعت فعل برضاء الصغير يعني الصغير راضي لا اعتد لهذا الرضاء وخاصة وخاصة اذا كان الصغير اقل من 18 سنة ولو اقل من 12 سنة اوصل بالعقوبة برضو للسجن المؤبد والسجن المؤبد هو السجن مدى الحياة بارتقد العقوبة بالاعدام في حالة الاغتصاب والمشرع المصري في 2011 شدد عقوبة المجد 2067 وقال يعاقب بالاعدام طب انا في حاجة تانية عايزة اقولها لحضرتك يعني مثلا في الواقعة دي اللي احنا بتتكلم عنها وقعة الدميات دي كان بيتقال ان الولد اللي عنده 19 سنة ده اياميها هو معروف عنه الموضوع ده معروف عنه ان هو بيعمل كده في الاطفال يعني هو تم اتهامه قبل كده بقضايا هاتك عرض تمام وشكله كده طلع منها طب ما هو عشان هو معروف عنه كده وفيه قبل كده ما حاضر ضده فاهمت انا عايزة اقولك ايه يعني لازم يكون فيه اجراء بحيث ان انا ما يبقى فيه حد تقدم ضده بلاغه اتنين وتلاتة لا ايبا انت كده بقى فيه حاجة غالط ما انا ما استناشا ما يموت حد انا اقول لحضرتك المشارع المصري بتنظيم قانون اجراء فندم وقانون العقودات لابد ان يكون هناك نصر ان انا عندي مادة بيحكمني ويحكم القاضي وهو لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون لا اقول لحضرتك المشارع المصري لا يعتد بالقضايا السابقة الا اذا صدر فيها حكم بالادانة وبعتبرها حالة عود لكن اذا صدر حكم بالبراءة بيحقق ناصر المتهم ناصر البيض لان حكم القضائي والحكم القضائي كما قلت لحضرتك هو انوال للحقيقة اللي يكون الحقيقة بجتها لكن عاد المتهم وارتكب جريمة هدك عرض وحتى لا تكتشف جريمته قاتل المدني عليه انا مليش دقوا بنصوص هدك العرض هنا يا فندم انا بروح لنصوص جريمة القتل المدى 2034 فقرة 2 والتي عاقبت بالاعدام وجوبي ولا يستطيع القضي تبديل هذه العقوبة إلا وفق حالات خاصة وفق ظروف الدعوة إذا قرر استعمال المدى 17 وعشان حضرتك ومستمعينك الكرام لأخوذ بكم في جدل قانوني النص يقول إذا واقعا جريمة القتل وارتبطت بجناية أخرى كهذه العرض أو الاختصاب أو ما شابه ذلك لا يا فندم العقوبة في التشريع المصري الاعدام أيها بالشكل ده واللي يقزي طفل بالشكل ده واللي هو حتى لو الطفل يعني ما ماتش تاب له علامة سودة طول حياته مش هيعرف يخلص منها بسهولة شوهه شوهه نفسيته وقتله طفولته هو قتل طفولته يعني سرعة الإجراءات ودي حصلت الحكم بسرعة عشان يكون عبرة لغيره عبرة لغيره عبرة لأي شخص يفكر أن هو يقزي طفل وأخيرا هقولكم يبقى من أقرب الناس لنا والله خلي بالكم أرجوكم من أقرب الناس الناس لا يمكن تتخيلوها أو تتوقعوها ممكن تكون قريبة منك جدا وبتعمل كده